اكدت تقارير امنية امريكية ان قطر الضالعة في تمويل حركة الشباب الارهابية في صومال ويدعم تلك التقارير ما كشفت عنه تسريبات ويكليكس بشأن مطالبة الولايات المتحدة في وقت سابق قطر بوقف تمويل هذه الحركة الارهابية ولعب موولون معروفون للارهاب يعيشون في قطر بحرية دورا محوريا في تمويل الحركة المرتبط بتنظيمي القاعدة وداعش بشكل مباشر او غير مباشر وحسب تقرير لوزارة الخزانة الامريكية فان قطر تربطها علاقة وثيقة بزعيم حركة الشباب كما حولت الدوحة نحو 250 الف دولار في عام 2012 الى قياديين في الحركة مصنفين على قوائم الارهاب الدولية من جهة اخرى اشارت وثائق مسربة نشرت على موقع ويكليكس ان سفيرة الامريكية السابقة في الامم المتحدة سوزان رايس كانت قد طلبت في 2009 من تركيا الضغط على قطر لوقف تمويل حركة الشباب ويعد تمويل حركة الشباب التي شنت عدة هجمات خارج حدود الصومال مثالا واحدا على التحديات التي يمثلها تمويل قطر للارهاب وتحوله الى ازمة دولية ملحة